أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي هندخل سريعا ونشوف المحتوى اللي كان موجود عبر السوشيال ميديا بالنسبة لي ترند الأهلي خلال الساعات الأخيرة أول حاجة معنا الصفحة الرسمية للحساب الرسمي لقناة الأهلي على إنستجرام كتبوا النهاردة يوم المباراة الاتحاد السكنداري والأهلي الساعة السامنة مساء استاد السويس الجديد نصف نهائي كأس مصر يلا يا أهلي تحدي جديد بالطبع بالنسبة لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة لكن عشان نطمئن أكتر على الاستعدادات وجهزية الفريق بنطير مباشرة إلى مدينة السويس الباسلة ونعرف من زمنا فاروق صلاح الاستعدادات الخاصة بفريق النادي الأهلي مساء الخير يا فاروق مساء النور عليك يا محمد ده كل التحية ليك وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناتنا دي الأهلي في كل مكان من هنا من أحد بقاع مصر المحروصة الساحرة حيث تمتزج خيوط الطبيعة مع جمال مياه الخليج السويس من أعلى مكان في بلد الغريب يا محمد وآخر استعدادات تفريق النادي الأهلي لملاقات تفريق الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي لكأس مصر بطولة غائبة عن النادي الأهلي أكثر من ثلاث سنوات النهاردة يعني زي ما أنت قلت تحدي جديد وبطولة جديدة النادي الأهلي بيستعدلها إن شاء الله نأمل من ربنا إن شاء الله أن البطولة تحقق هذا الموسم ويكلل النادي الأهلي النهاردة بالانتصار ومن ثم الصعود إلى المباراة النهائية وأيضا اقتناص البطولة طيب من المكان الرائع اللي أنت موجود فيه وطبعا قريب من معسكر فريق النادي الأهلي عايز أتطمن منك على الاستعدادات طبعا في صفقات جديدة ولعيبة كانت معار عادة من جديد إلى صفوف الفريق الأول موجودين في معسكر من إمبارع في مدينة السويس كيف كانت الأجواء داخل المعسكر الانسجام ما بين الصفقات واللعاب المعاراة واللعاب القدامى والجهاز الفني كل هذه الصورة بالنسبة لك شفتها إزاي والفريق يتحرك إمتى الملعب المباراة وأعتقد أنت في المكان الموجود فيه قريب من استاد السويس الجديد بالضبط محمد استاد السويس بيبعد عن مقر إخامة فريق النادي الأهلي يعني تقدر تول مش أكثر من عشر دقائق لو نتكلم بقى على التفاصيل اليوم وأيضا الصفقات الجديدة أنا مش عايزة أقول جديدة محمد لأن انت لو شفت حالة الانسجام عند اللعبين سواء بدر بنون أو طاهر محمد طاهر يعني نقدر تولي الصفقتين اللي هو الجداد للنادي الأهلي ما تحسش أنهم يعني ناس بعيدة على النادي الأهلي أو غريبة على لعبة النادي الأهلي حالة الانسجام السريع ما بين بدر بنون مع رامر ربيعة مع ياسر إبراهيم مع أيمن أشرف أيضا طاهر محمد طاهر مع صلاح محسن مع مروان محسن مع أفشة مع كاربة تحس هي دي روح المحبة وروح الود اللي بتجمع ما بين اللعب النادي الأهلي وأنا عايز أقول لك يا محمد أن واحدة من أهم وأصعب المباراة اللي تحاول تتوقع أو تستنتج تشكيل النادي الأهلي لهذا اللقاء أمر في غايته الصعوبة جدا نظرا لجهزية جميع اللعبين يعني درنول من المطشاط اللي مستر بيتسو موسيماني في حيرة من أمره لاختيار التشكيل اللي يخوب به هذا اللقاء لو هنتكلم على تفاصيل اليوم محمد النهاردza لعاب النادي الأهلي يتناولت وجبة الإفطار في تمام الساعة العشرة صباحا ثم وجبة الغداء كان في تمام الساعة الثانية ظهرا عقد مستر بيتسو موسيماني محاضرة مع اللعبين في تمام الساعة الرابعة والنصف طبعا مستر بيتسو موسيماني انتعارف مع وجود مستر بيتسو موسيماني بيبكر شوية بموعد المحاضرة وفي أده وقت كافي للعبين بيتحدث مع اللعبين على أهم التكلفات قبل المحاضرة كان مستر رابيتسو موسيماني قاعد في جلسة منفردة كان قاعد بيراجع بعض الفيديوهات بيراجع بعض الأمور الفنية كده بيدون في الورقة والألم يشوف ايه أهم النقاط أهم الأمور اللي هيتكلم برضو فيها مع اللعابين خلال المحاضرة الفنية من النقاط المهمة برضو محمد النهاردة في مدينة السويس وجود مجموعة من ذوي الهمم اللي كانوا حريصين على التواجد في مقر إقامة فريق النادل آلي والتقاط الصور مع العيب النادل آلي والجاز الفني وأيضا تهنئة لعيب النادل آلي بمناسبة فوز النادل آلي بالنجمة التاسعة والبطولة الأفريقية تمنوا للنادل آلي المزيد من البطولات إن شاء الله وتمنوا للنادل آلي النهاردة التوفيق في مباراة كأس مصر كانت مشهد أكثر من رائع والدور اللي احنا دائما بنتكلم عليه أن دور النادل آلي ليست رياضي فقط دور النادل آلي والدور المجتمعي وحالة الحب عند الزوي الهمم وزوي الاحتجاجات للعيبة النادل آلي في مشهد وصورة اندلت فبتضل على روح المحبة والرسالة اللي دائما بقدمها النادل آلي يعني إن شاء الله محمد تحرك الفريق للملعب المباراة يكون في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق عايز أكلمك على حالة الجاهزية طبعا الـ 22 اللعيب اللي موجودين في فريق النادل آلي النهاردة زي ما قلت لك واحدة من أصعب المباراة اللي تدار تتنبأ بالتشكيل هل مستر بيتسو موسيماني هيلعب بمحمد داني في مركز الزهير الأيمن ولا على العرب بدر هل هيلعب بناصر مهر ولا بأفشة هل هيلعب بطاهر محمد طاهر يعني عايز ألهال ببدر بنون والمجموعة من اللي يعني تدار تقول مستر بيتسو موسيماني حالة الجاهزية نتمنىها طبعا تبقى موجودة حالة الجاهزية اللي عند اللعبين أيضا يا محمد أكلمك على الإجراءات الاحترازية وإن وجود كل لعب داخل في المقر الإجراءات الاحترازية وجود كل لعب في غرفة منفردة كل لعب النادل آلي حريص جدا على يعني تشديد جدا على الإجراءات الاحترازية أيضا المسؤولين وإدارة الفندو هنا حريصة أشد الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعملية التعقيم اللي بتتم بصورة مستمرة سواء في أماكن تواجد أي مكان بتتواجد فيه لعب النادل آلي يعني المطعم غرف الاجتماعات الجلسات اللعبين كلها أمور مهمة جدا الجهاز الإداري أنا عايز أقولك برضو يعني من النقاط اللي أنا لمسة يعني إحنا دائما بنا شايفينها وبنالمسة الجهاز الإداري أين بمجهود أكثر من رائع أنا عايز أكلمك دوري كابتن سيد عبدالحفيز يا جماعة الموضوع خاصة أنا محمد أنت طبعا كنت متمرس في هذا الأمر وبتشوف في هذا الأمر أن دورهم بيبان أكثر في السفريات في المعسكرات الكابتن سيد عبدالحفيز الكابتن مار عبدالحفيز الكابتن عمر محسب أيمين بدور أكثر من رائع يتبقى فقط يا محمد توفيق المولى عز وجل إن شاء الله وأن ربنا يكرم الناد أهلي إن شاء الله النهاردة بالانتصار ومن ثم الصعود إلى المباراة النهية فاروق صلاح أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات بصراحة حطتنا وكأننا موجودين ومتعايشين مع الفريق في المعسكر بمدينة السويس كل التوفيق رب الفريق النادي الأهلي وإن شاء الله نعمل مباراة كبيرة وتكون خطوة والتأهل إلى نهاء الكأس بإذن الله يوم السبت القادم أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نتكملين مع حضراتكم تريند الأجل موسيقى